أنا عارف قد إيه الموضوعات الاقتصادية مملة ولكن في الأوين الأخيرة حضراتكم فهمتوا إن الاقتصاد ما بينفصلش قوي عن حياتنا العادية يعني أشياء جايز تبدو معقدة والكلام فيها معقد والسندوق والبنك الدولي والمفاوضات اللي في واشنطن وكل هذه الأشياء لكن حضراتكم أكيد خلاص قدرتوا تفهموا العلاقة العضوية يعني المسألة إنه الكام يوم اللي فاتوا دول اللي كانوا في واشنطن لازم تعرف إنهم حيأثروا على العالم كله ويؤثروا أيضا على مصر لأنه كان فيه قيادات مالية ونقضية موجودة في واشنطن قعدة مع السندوق ومع البنك الدولي فهذه الاجتماعات حتؤثر على حياتنا الاقتصادية سلبا أو إجابا إنما قلت أثري يعني مش لازم تكون حاجة وحشة لكن سلبا أو إجابا الفترة اللي جاية ما حدث في واشنطن حتشوفه في القاهرة رغم إن المسافة بينهم 15 ساعة بالطيارة لكن في ثواني ممكن كل شيء يبقى ليه تأثير إيه اللي حصل في واشنطن؟ حياتنا حتبقى عاملة إزاي؟ اتفقنا على إيه؟ القرد مع السندوق عامل إزاي؟ العلاقة مع البنك الدولي كان فيه حد النهاردة من البنك الدولي بيتكلم إنه عايزين إنهم يدخلوا يدعموا حياة كريمة وتكافل وكرامة وعايزين يدوا مصر فلوس في هذا السياق لإن دي حركة اجتماعية هامة جدا وده شيء عظيم وعايزين يوافق جنبه إيه الحكاية وإيه الموضوع؟ تأثير ده على العملة في مصر الدولار اللي كل يوم الناس بتسحى الصبح تسأل هو بكام النهاردة؟ تأثير ده على أشياء كثيرة جدا في مصر تأثير ده على أشياء كثيرة جدا في مصر